أهلاً واضح معاكم فاطمة البنوي نحن بنسميه في جدة الوازغ أنت وإنا بنسميه البورس في لبنان أبو بريس أعرف كل أسماءه أنا بخاف منه بترعب منه بس اشتغلت على نفسي أن أنا غير الخوف ده وبقيت أقتلهم بشتغل علي ميش تقولي هللي؟ الدخول لمجال السينما في عصر مكنتش في مجال السينما في بلدي يعني بركة بتاع يمكن أحلى شيء يصار معايا اليوم المرأة السعودية مشتهدة ومثابرة المرأة السعودية تشتغل على حلمها جداً عندها ذكاء في التعامل مع الظروف والأزمات واحتواء الآخر أنا عملت باكالوريوس عن نفس إرشادي في جامعة عفت في الجدة وبعد كده روحت عملت في جامعة هورفرت في بوستن في تخصص نقدر نقول بحثت من خلاله في الرمزيات العالم العربي المجتمع العربي المسلم المرأة وتعلمت أن صور النماطية اللي أعتقد أنه أنا كنت جزء منها كسعودية وكمان كامرأة وعربية أن الصور النماطية هي عادة قصص غير مكتملة فاللي علي أني شوي أحاول أني أكملها الصور النماطية بالتالي تنكسر يعني بدأت كده أدخل في التجارب اللي هي استنت وكشوي وكان في فيلم عندنا لسه ما نزل لكن هو فيلم يعني في حركة كثير من ناحيتي وأنا كنت أقول لهم لا أنا أعمل لبسوني الفست حبني استنت وأنا أسوي المشهد ما في أحد يجي يسوي عني أنا مرتبة بطريقة مرضية يعني لو لاحظتوا أن الأشياء استقامت فجأة في الطاولة معناته كنت فيه ما أفتكر بغير شي يمكن كانت علمت بيانو كان في يوم كنا في كندا وكان في كنا في زو في حديقة حيواني وفي اللعبة كده زحليق والمراجيح هذي الأطفال اللي لعبوا فيها انزلت وشكلي كنت متأخر متأخرة يعني على عائلتي ومشيوا فما لحكتهم ضعت في الحديقة للحيوانات وجوا أخذوني جيب رانجلر لونها أخضر سيكوريتي تيم كنت صغيرة جدا يمكن كان عملي أربع سنوات أو خمسة لكن كنت فجأة حسيت أن أنا جدا مهمة وقاعدة مع سيكوريتي سكبارك كذا وفي جيب رانجلر وعندها صوت حلو جدتي وجدي يستقبلوني بعد الضيعة يعني ويستقبلوني هم يبكوا وحزنانين وأنا جاية في غاية السعادة حسيت أني كول ينو شكرا واضح